اشتركوا في القناة ومرجعا هما للباحثين المتخصصين في الجوانب التاريخية لمملكة البحرين عامة ومدينة المحرق خاصة وكذلك للمهتمين بانواع الطيور الموجودة في البحرين وأبدأ سموه عجابه بما اجتمل عليه الكتابان من صور ومعلومات عن تاريخ مملكة البحرين العريق وبيئتها الطبيعية وتمنيا سموه للباحث المزيد من النجاح والتوفيق من ناحيته توجه سيد هاورد كينغ بخالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بدعم الباحثين مشيدا بما يتمتع به شعب البحرين من مودة وتعاوش منوها بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وتطور في مختلف المجالات تجدر الإشارة إلى أن كتاب بعنوان المحرق مهد المملكة من أعداد وأشراف معالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة والذي كتب إهداء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باسم أهالي المحرق قال لسموه فيه أنت في الحياة كتاب تتغنى بآيه الأحرار وحي فيه عزمه وذكاءه وإرادة التحدي لديه وضاف كلما اشتد المشهد والتفت الناس لمن يطمئنهم لا يرون على الأرض يمشي بين الناس إلا خليفة بن سلمان ويتناول الكتاب تاريخ مملكة البحرين العريق ومدينة المحرق تحديدا باعتبارها جزءا من التاريخ الوطني الشامل لمملكة البحرين ويؤكد أن المحرق ظلت تشكل همزة وصل بين ماضي مملكة البحرين وحاضرها ومستقبلها في نسيج حي يعكس تاريخ البحرين معمريا وثقافيا وأنه من أجل ذلك لا تزال جزيرة المحرق بمثابة القلب النابضي للبحرين عند الغالبية العظمى من المواطنين وأن الموقع الجغرافية الفريد للمحرق في العصور القديمة جعل منها مركزا نموذجيا للتجارة في المنطقة ومعبرا يربط جنوب وشمال الجزيرة العربية بالشرق الأدنى وما وراءه أما الكتاب الثاني الذي يحمي عنوان الطيور المحلية والموسمية المهاجرة إلى البحرين فيعد مرجعا للمهتمين بالطيور الموجودة في البحرين إذ يتضمن مئات الصور التي ترصد صفات تلك الطيور خاصة تلك التي توجد موسميا في البحرين ويرصد زمن ومكان وجودها لا سيما وأنه يوجد نحو 330 نوعا من الطيور يمكن رؤيتها في البحرين سواء بشكل دائم أو موسمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر